السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درس جديد خاص بكورس اسكادة المستوى الثاني في هذا الدرس رح يكون أول بروجيكت باستخدام نظام اسكادة هذا الدرس رح يكون بشكل عملي وبشكل مفصل في هذا الدرس رح نشرح كيفية التحكم بشكل عملي بنظام اسكادة رح نستخدم بي أل سي سيفن ألف وميتين من شركة سيمنز بخصوص الوايرينغ الخاص به بي أل سي سيفن ألف وميتين موجود كورس بالكامل على قناتنا في اليوتيوب والثالث شرحنا به كيفية عمل الوايرينغ الخاص في البي أل سي سيفن ألف وميتين حتى الفيديو ما يكون طوير رح أنتقل إلى شرح بشكل سريع بخصوص الوايرينغ رح نأخذ ديجيتال أوتبوت واحد هذا النوع من البي أل سيكون ربطت على الأوتبوت الخاص به 24 فولت هذا الرلي يعني الديجيتال أوتبوت رح يخرج 24 فولت 24 فولت رح تتحكم بتشغيل ويقاف هذا الرلي على فرض الحمل اللي موجود عندي هو حمل عالي فرح أضطر أنه أستخدم هذا الكونتكتور حتى أشغل الحمل وأقوم بإطفاء يعني رح أقوم بالسيطرة على الحمل اللي موجود عندي فرح أستخدم كونتكتور على سبيل المثال 220 فولت أربط الكونتكتور على إحدى نقاط النورمالي أوبن الخاصة بالرلي لـ 24 فولت لأن هذا الكونتكتور 220 والبي أل سي 24 فولت فاستخدمت الرلي كوسيط بين البي أل سي وبين الكونتكتور أيضا استخدمت على الديجيتال أموت استخدمت بوش بوتون واحد هذا هو اللي هو على الـ i0.0 بالإمكان أنه نستخدم حتى أقوم بتشغيل وإطفاء على سبيل المثال هذا الكونتكتور أو في هذا الدرس رح أشرح كيفية إطفاء الكونتكتور وتشغيله من خلال واجهة اسكادة بعد ما كملنا كل هذا رح أشغل البي أل سي ونتطرق على كيفية برمجته بشكل عملي رح أنتقل إلى برنامج تيو بورتل بعد ما ربطت كيبل لبروفي نيت وربطت الطرف الثاني على الكمبيوتر رح أنتقل إلى برنامج تيو بورتل حتى نبدأ بالبرمجة في الدرس الماضي طرقنا على كيفية عمل بروجيكت وكيفية إضافة أو اختيار البي أل سي المناسب وأيضا كيفية عمل نظام اسكادة وكيفية عمل بعض الإعدادات حتى نتمكن من ربط واجهة اسكادة على البي أل سي سيفين الف وميتين فبالبداية رح أنتقل إلى البروغرام بلوك لذلك لازم تكون أنت عندك معلومات عن برمجة بي أل سي سيفين الف وميتين فرح استخدم على سبيل المثال دائرة بسيطة جدا فقط للتوضيح كيفية عمل نظام اسكادة وكيفية التحكم في العناصر فرح أخذ نورمالي أوبن على سبيل المثال رح استخدم معه النورمالي أوبن هو الانتيرنال ميموري بما أنه استخدمت الانتيرنال ميموري فرح يتم التحكم بالنظام اسكادة من خلال عفوا في بالأوتبوت أو في الكونتاكتور أو في الموتور اللي مربوط بشكل عام على البي أل سي رح نتحكم به من خلال واجهة اسكادة فلذلك استخدمت الامزيرو دوت زيرو أو ما يسمى الانتيرنال ميموري فرح استخدم الأوتبوت بما أنه الكونتاكتور أو الريلي مربوط على الأوتبوت الأول فرح يكون كيو زيرو دوت زيرو أو حسب الأوتبوت اللي أنت مبرمجه أو حسب الأوتبوت اللي أنت عامل إله إعدادات فرح أعمل تسمية للتاك على سبيل المثال هذا الامزيرو دوت زيرو رح أعمل لرينيم فرح أكتب علي أون أوف على سبيل المثال هذا رح يقوم بتشغيل وإطفاء الأوتبوت الأوتبوت على سبيل المثال هذا رح أربط عليه موتور بهذه الطريقة حاليا فقط كتبت الكود الخاص بالبيالسي وليس بواجهة اسكادة حاليا أول خطوة أقوم بها هو أحمل هذا الكود على البيالسي كل اللي عليك أنك تضغط على داولود إذا أنت أول مرة شغل البرنامج فقط تختار كرت الشبكة كرت الشبكة الخاص بالبيالسي وتعلمنا هذا الشيء في كورس البيالسي المستوى الثالث فراح أختار كرت الشبكة وبعدها أعمل Start Search أو بالإمكان إذا أنت تستخدم المحاكات طبق نفس الخطوات اللي شرحناها في الدرس الماضي فقط تضغط على Start Simulation حاليا بما أنه عندي بيالسي بشكل عملي فراح أضغط على داولود بشكل مباشر فراح أضغط على داولود بهذه الطريقة راح أضغط على داولود وراح يبدأ يحمل الكود مثل ما تلاحظ حمل الكود حاليا راح أشوف مثل هذا بشكل أولاين مع البيالسي عملت مراقبة الأوف عفوا الأوتبوت في حالة أوف حاليا بعد ما كملت حاليا وحملت الكود على البيالسي هذا أصبح الكود داخل هذا البيالسي حاليا راح أبدأ ببرمجة واجهة اسكادة أول خطوة حاليا بعد ما كملت هذا البيالسي راح أنتقل إلى واجهة اسكادة أول خطوة نقوم بها حتى يكون شغلنا مضبوط راح أول شي أضغط على ران تايم سيتينج وبعد ذلك أضغط ألغي خيار الفولد سكرين مود أوكي وبعدها تختار الخاص بالشاشة اللي متوفرة عندك حسب الشاشة اللي عندك أنت تريدها حسب قياس الشاشة اللي موجودة عندك فبما أنه الشاشة اللي عندي هو فول ايج دي أو ألف وتسعمية وثمانين في ألف وثمانين أنت بالإمكان أنه تعرف الرزيليوشن كل اللي عليك تضغط أكليك أيمن وبعدها على سطح المكتب بعدها ديسيبلي سيتينج بعدها راح تشوف هذا الديسيبلي رزيليوشن هو على شي بالشاشة هو ألف وتسعمية وعشرين بألف وثمانين فرح أختار في هذا المكان ألف وتسعمية وعشرين بألف وثمانين أو تختار أصغر راح تكون السكرين الخاصة بواجهة السكادة تكون أصغر حسب اللي أنت اختاريته ومثل ما ذكرت راح ألغي الفولد سكرين بأول خطوة راح أرجع ألغي هذه النافذة أرجع إلى السكرينز وبعدها آد نيو سكرين حتى أضيف سكرين حتى أبرمجه هاليا عندي موتور اللي موجود عندي في هذا الدرس راح أقوم فقط بتشغيل وإطفاء يعني أتعلم كيفية تشغيل وإطفاء الكونتاكتر فكل اللي عليك راح أضيف من خلال هذه القائمة من خلال هذه القائمة راح أضيف هذا من خانة إليمنت راح أضيف البوتون هذا إذا عندك هذه الأزرار مخفية بالإمكان من خلال هذا السهم بهذا الشكل بالإمكان أنه تظهرها أو تخفيها فرح أضيف البوتون هذا أوكي هذا هو البوتون على سبيل المثال راح أضيفه بهذا الشكل راح أكتب علي on off on off أوكي بهذه الطريقة إذا أريد أكبر فقط أحدد الخط أو أكبر الحجم الخاص بالتكست أوكي بالإمكان أنه أيضا تغير اللون من خلال كل هذه الإعدادات اللي موجودة بالأعلى بالإمكان أنه تغير اللون الخط المحاضات كلها تجعل اللون الخط غامق مائل كلها موجودة في الأعلى أوكي بعد ما كملت هذا فقط تيكس فقط هذا البروجيكت راح يكون عبارة عن بروجيكت تجريبي يعني كأول بروجيكت نعمله بشكل مبسط بعد ذلك راح نتطور ونتعلم كل العناصر اللي موجودة في نظام اسكادة بعد ما كملت هذا الشي راح أربط هذا البوتون راح أربطه مع الـ M0.0 هذا الـ M0.0 كيف أربطه بكل اللي عليك أنك تحدده لكن قبل ما أربط هذا الشي راح أنتقل إلى أو قبل ما أعمل رابط بين النظام اسكادة والـ PLC راح أنتقل إلى الـ Connection اللي شرحناه هذا هو نظام اسكادة السيماتيك بي سي ستيشن راح أضغط أنتقل إلى الـ Connection هذا وأمسح هذا اللي عملت في الدرس الماضي راح أمسحه حاليا في هذا الدرس ما ما أحتاجه راح أنتقل إلى أرجع إلى الواجهة بعد ذلك أضغط على البوتون هذا أوكي بعد ما ضغطت على البوتون راح أضغط على Properties أوكي بعدها على Events هذه بعدها على Click وبعدها من خلال هذه القائمة أختار على سبيل المثال في عدة خياتة راح نشرحها بشكل مفصل وكل وحدة شو تعني وفرق بين واحدة والثانية بالعمل فرح أخذ Bit Edit عفوا Edit Bit أوكي وبعدها Invert Bit أوكي في الـ Invert Bit راح أختار في هذا المكان أنه يقوم هذا البوتون بعمل Invert للـ Bit بمعنى إذا أضغط عليه إذا هو كان صفر راح يجعله واحد وإذا كان واحد راح يجعله صفر فرح يكون هذا البوتون هو عبارة عن تشغيل وإطفاء في نفس الوقت أوكي بعد ما ذلك مثل ما ذكرنا أختار التاغ أضغط على هذه القائمة حتى تكبرها فقط حتى تكون واضحة راح أذهب إلى الـ BLC هذه الـ BLC وأذهب إلى الـ BLC تاغ وبعدها Default تاغ أختار الـ On Off أوكي هذه الـ M0.0 وبعدها الـ On Off أضغط عليها أوكي أنتظر تمام بهذه الطريقة حاليا إذا أذهب إلى الـ Connection هو عمل Connection مثل ما تلاحظ بهذا الشكل عمل Connection بشكل أوتوماتيكي لأن مساحة الـ Connection اللي عملته في الدرس الماضي وعملت Connection جديد من خلال أنه اختارت مباشرة من Event هو مباشرة عمل Connection حاليا أريد أجرب الكود كل اللي عليك أنك تضغط على Start Run Time On PC System هذا هو البوش بوتون حاليا المفروض إذا أعمل تشغيل أو عفوا إذا أضغط على هذا البوش بوتون المفروض يقوم بتشغيل هذا الـ Contactor هذا الـ Contactor إذا أضغط على البوش بوتون راح نجرب لو تلاحظ حاليا حصلت مشكلة المشكلة هذا البوش بوتون أصبح أو ما إلى أي تأثير على الـ PLC طبعا هذا السبب أنه الـ PC System هاليا اللي يضفناه أو الـ PC Station اللي يضفناها على اللي يتمثل واجهة السكادة بعدها لحد الآن غير معرفة على الكمبيوتر بمعنى بعد لحد هذه اللحظة ما أخذت الـ IP Address الخاص بالكمبيوتر أو لحد الآن غير معرفة على أنه تتعامل مع الكمبيوتر من خلال كابل أو من خلال الـ Profinet فحتى نعمل لها تعريق كل اللي عليك في البداية أول خطوة لازم تتأكد من الـ IP Address الخاص بجهازك فعلى سبيل المثال لازم نضغط على Device Network الـ IP Address تلاحظ أنه هذا الـ IP Address عفوا الـ PLC تلاحظ أنه هذا الـ IP Address الخاص به لو تلاحظ 192 168 001 هذا بخصوص الـ PLC بخصوص الـ PC Station اللي ضفناها فلو تلاحظ الـ IP Address فقط رح يكون 0 2 بينما الـ PLC 0 1 أوكي رح تذهب إلى كرت الشبكة اللي عندك الـ Ethernet فتذهب إلى الـ Wi-Fi وبعدها Network Internet Sitting وبعد ذلك تضغط على Change Adapter Options الـ IP Address وبعدها تختار الـ Ethernet اللي عندك فرح تختار هذا الـ Ethernet double click وبعدها Properties وبعدها تضغط على Internet Virgin 4 هذا TCB IP أوكي TCB وبعدها تضغط على Internet Protocol Virgin 4 double click هذا لازم يكون بنفس الـ IP Address يعني 192 168 من الصفر وبعد ذلك رح تضع رقم مثلا 3 4 5 إلى 255 أي رقم بالإمكان أنه تضع أهم شي لازم تكون هذي تثارقام هذي وهذي وهذي لازم تكون متشابهة مع الـ PLC ومع الـ PC Station أوكي بعدها أضغط أوكي بهذه الطريقة بعد ما كمت هذه الخطوة أذهب إلى Control Panel اللي موجودة على الجهازي هذه رقم ومن خلال قائمة اللي موجودة بالأسفل تختار كرت الشبكة كرت الشبكة كرت الشبكة اللي عندي هو اختار نفس كرت الشبكة اللي اضفنا هذا الاثرنت اوكي تي سي بي بالمكان تختار هذا و بالمكان تختار بشكل اوتو اختاريته بشكل اوتو هذا تي سي بي باسم نفس اسم كرت الشبكة اللي اخذها تمام اضغط على اوكي بعدها اضغط على اوكي تمام بهذه الطريق حاليا انتقل الى الف تيا بورتال هذا اوكي وهذه هي الواجهة اسكادة اللي تنفتحها بعد ذلك اغلق واجهة اللي هي الواجهة اللي موجودة اللي فتحنا اغلقها وافتحها من جديد مرة ثانية اوكي بهذه الطريقة حاليا ننتظر الى ان تنفتح واجهة اسكادة حاليا هذا هو الكنتكتور وهذا هو البي ال سي حاليا راح ننتظر الى ان تفتح ونجرب الكود اذا اضغط حاليا على البوش بوتون اول مرة راح يشغل الكنتكتور اوكي او يشغل الاوتووت الاول فنجرب مثل ما تلاحظ حاليا فقط ضغطت عليه اوكي عمل انفرتبت بمعنى كان صفر عمله واحد اذا ضغط عليه مرة ثانية حاليا هو اصبح قيمته واحد عفوا صفر كان واحد حوله الى صفر عمله انفرتبت نجرب مرة ثانية مثل ما تلاحظ الكنتكتور وايضا مثل ما تلاحظ على البي ال سي اوكي بهذه الطريقة اضغط افعل بهذه الطريقة اوكي ان شاء الله يكون هذا الدرس واضح اتعلمنا خلال هذا الدرس كيفية التحكم بواجهة اسكادة والتحكم في الاوتووت من نوع ديجيتال ان شاء الله يكون الدرس واضح للجميع الرجاء عمل لايك للفيديو وبالامكان دعم القناة ماديا من خلال ميزة ثانكس او شكرا الموجودة اسفل هذا الفيديو وايضا لا تنسي كتاب التعليق على هذا الفيديو حتى نستمر بانشاء هذا الكورس الى هنا نصل واياكم الى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي والى اللقاء